موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سلام ونعمة الرب معكم عزائي مشاهدي قناة الحياة ومتابعي برنامج أبناء الرافدين اليوم حلقتنا بعنوان المسلوب يرجع أضعاف الرب يتكلم إلى أبناءه وأبناء الرب يسمعون صوته كما هو مكتوب في إنجيل يوحنى أصحاح عشر وعدة سبع عشرين خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني نحن نعلم أن الله يغفر الدنوب لكن أن الله يذهب إلى الخاطئ حيث يكون الخاطئ ويبحث عنه ثم يغفر له هذا حب عظيم لكل البشر يبحثون عن الله لكن نحن في المسيحية الله يبحث عنه هذا هو الحب الذي أعطاه الرب يسوع ودفعه إلى المجيء إلى الأرض فإن شعرت أنك بعيد عن الله فلا تيأس فهو يبحث عنك كما حدث مع الإبن الضال في إنجيل لوقة إصحاحه مستعاش وعدد داعش إلى عدد خمسة وعشرين وقال إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الإبن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج فمضى والتسق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعاه خنازير وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كان الخنازير تأكله فلم يعطه أحد فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجراك فقام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله فقال له الأبن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحق بعد أن أدعى لك ابنا فقال الأب لعبيده أخرجوا الحل الأولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده وحداء في رجليه وقدموا العجل المسمى واذبحوا فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان نظالا فوجد فابتدأوا يفرحون وهذا ما حدث مع أحد أخواننا في جسد المسيح الأخ عدنان هو كاتب وشاعر مسيحي دعونا نتشارك مع بعض في اختبار جديد ونصرة جديدة مع المسيح سلام المسيح أخونا عدنان اتفضل شاركنا في اختبارك سلام ونعمة الرب يسوع سلامنا في مناطق شعبية مناطق فقيرة كانت الأغلبية الإسلامية اللي كانت محيطة في داير ما دايرنا المحيط في كل شيء في التعليم في الكثرة في الناس الإسلامي اللي كانوا داير ما دايرنا فانطبعت فينا الأفكار الإسلامية أنا في مخيلتي أنا أكثر واحد من الناس اشتغلت مع رجل الرب يباركه اشتغلت كان رجل مسلم رجل متدين ويحب الإسلام ويروح يصلي دائما في أوقاته وشان يروح للجامع فشنت أنا دائما معايا حتى بالشغل من شنت اشتغلت أنا طفل صغير شنت أبقى وياه من أسبوع كامل أبقى بالمحل لغاية ما يرجع روحت للجامع أكون معاه في الصلاة أكون معاه حتى في رمضان كان لما نصوم فأني ما أكل أصوم فشنت مجبور أصوم معاه يعلمني على الإسلام لما يقرأ قرآن أكون أنا مجد فانطبعت الأفكار الإسلامية كلها في مخيلتي اتربيت على هذا الشي لغاية ما بقيت شاب شبير يعني 16-17 سنة كانت أصدقائي عندي أصدقاء يروحون تعرفون الزيارات كان يروحون نجف كربلة فشنت أروح يأخذوني معاهم يأخذوني معاهم كان عندي حب الاستطلاع واروح أريد أشوف الأماكن الإسلامية أشياء أنه اتزوجت بخمسة وتسعين اتزوجت من بنت مسيحية نعم لأنني مسيحي أصلا بس التفكير قلت لكم التفكير مالي مسلم الرب رزقني بطفل فحاولت مرة قتلة زوجتي ممكن نطلع من العراق لأن بعد ما نعيشه فعلا فعلا يدربت شانتهيانة مباعت الشقة مالتي ومباعت الغراض مالتي ومباعت كل شيء بأسرع وقت أخذ الزوجتي وأبني وكان عندي بنت معاي وطلعت طلعنا تركيا سنتين التفكير مالتي نفسه إسلامي يعني ما أتغير ولا أنه بالعكس تشنت أسمع الحاديث الإسلامية وأسمع القرآن وأتابع كل شيء أروح للكنيسة ما أقولك لا أعيش الكنيسة وأعيش الإسلام بس التفكير يمسلم أكثر وكثر أراد الرب أنه أجي لإستراليا زوجتي تعرفت على كنيسة هذا شيء أزعجني بصراحة أزعجني أنا تفكيري إسلامي وأنا أريد أخلصهم يعني من التفكير المسيحي وأريد أجيبها للإسلام يعني هذا التفكير يعني أفكر أنه هذا التفكير الصحيح عني بدت زوجتي تروح للكنيسة وتلتقي زوجتي تغيرت تغيير كامل جذري مئة بالمئة المشاكل اللي كانت تصير بيني وبين زوجتي وانا أنا مراتش تجحت أقول لها مراتش تقول لها قلت لازم أسويش مسلمة فالقوة اللي عدها بقوة الرب يسوء اللي صارت عدها أنا أذكر كل مهنة قالت لها قالت لي لا أنت ولا الكون كله يقدر يغيرني لأن صار عندي حب أعظم حب الكون أنا وغعت في حب المسيح بصراحة هذا أزعجني أنا ما أحبه واحد يجيب طاري المسيح بالبيت لأن المسيح خلص أنا أقول عندي أنه النبي أجي نبي وخلص راح حال حال الأنبياء اللي جوي حاله حالهم شنت أنا تفكيري كله بالأقمار بالشرب بالجقاير بالشغلات الونسة النسائية شغلات المكان اللي الخلاعة وشغلات اللي تبرج الإنسان في أيام أنا أنا وصاحبي نفسي نتردد عليهم كان أكولد همينا صاحبي من الديانة الإسلامية كان يجي معايا رحنا آنيا الأماكن أماكن سوريا أقول هاي أماكن خلاعة ومشروب ونساء وما شغلات النساء بهذا اليوم اللي صارت عندي نقطة التغيير الحقيقية اللي صارت عندي وصلنا هذا المكان دخلنا مشروب وما مشروب أول مرة لزمت المشروب بيدي وشقارة بيدي ومكان مليان بالنسوان ومليان أماكن خلاعة وشغلات سمعت صوت يقول ليش دا سوي بهذا المكان نداني باسمي عدنان شو يصوي بهذا المكان أنت إلي كان الصدمة إلي باوعتي شيء أنه صديقي مو يدي يجيب مشروب بس أنا يجيبت مشروب أنه محد يعرف باسمي بس صديقي والصوت إجاب عربي يعني ظلوا كلهم أجانب بس أنا عربي أنا ولا هذا ولا صديقي بصراحة خفيت قلت له لصديقي مش نش نكمل شقارتنا جو وين قلت له بشي طلعنا قلت له أريد أروح للبيت قال لي هلا جينا قلت لأني بصراحة أريد أروح للبيت الصوت خوفني ومرة ثانية يعني نفس الأسبوع أنا اتجاهلت هذا الصوت ورحت بره ثانية فيه أسبوع الثاني تعرف وصال زوجة الكنيسة ونفس الشي طلعت يعني قلت له أخطم كنت أخذيها منش للبيت سمحت الصوت نفس الشي قرر إلي نفس الصوت إيش دا سوينا أنت إلي أطلع من هذا المكان بصراح هذا الخوف أرعبني أكثر وصوا بي الرعو أكثر راحت للبيت أشرب عتيادة أنا بره أشرب وأطلع البيت هم أشرب الزوجتي ما كانت تقدر تمنعني لأنني أشرب براحتي بالبيت ويعرفوني أين أشرب بمناسي العصبي لا يستطيع يعطي أيا ضليت بالبيت هذا اليوم أشرب الزوجتي كانوا يقعدون بالبيت يصلون يسوع ويسوع أنا تشت أضوج من واحد يقول يسوع بالبيت كنت أشغل قصطني أشغل قرآن وأشغل شغلات أسوي لهم تشويش وما تشويش هذا اليوم ما أنسح عمري كله خليت رأسي على فراشة أريد أنام بطني انتفخد بس أخلي رأسي الوجع يقتلني أقوم يروح الوجع أريد أنام الوجع بطني يتنفخ أقوم نفسي تهدد ضليت هذا اليوم أني كل لغاية الصبح طلع عني منايم بهاي النقطة أبليس قام يلعب بي أنه أنا عندي سرطان وفعلا الأعراضة اللي عندي كلام بين أني سرطان عندي الدكتور سألني أنه أكو عندك خروج دم دم شغلات اللي تثبت أنه سرطان أنا أبليس روالي أنه أكو دم عندي شك صار عندي شك وصار عندي يقين أنه أنا عندي سرطان صار تفكيري أنا من راح يسوي ولادي أنا راح أموت فكرت هس أنا بالموت كل هاي الأيام اللي راحت ما شنت أفكر بالموت أبدا ما لقيت الموت لقيت الجحيم أمامي لقيت الجحيم أنه الجحيم نكشفت أمامي ونار نكشفت أمامي وأنا ده أغلي في وسط نار وفي وسط جحيم كان أكو راح تلبيت القس اللي كان زوجتي تروح يمهم بالكنيسة حبيت هذا اليوم قعدنا يمهم يعني أنا ما أقعد دائما ما أقعد يمهم قعدت يمهم هذا اليوم بالضبط قعدت يمهم الغاطف معك بالليل فقد أطلع فقال لي القسأة إذا صلي معاك إيجا وخلى أيدها على نفس المكان اللي بيه الوجع أنا أذكر هذا يعني أمانة أحكيها خلى أيدها على معدتي على نفس المكان الوجع اللي عندي بيه صلب هذا اليوم الوحيد اللي كدرت أنام بيه بعدين راحت المستشفى خلت سويت ضربوني بنج وأنا ما أعرف نميت بدلت دومي ضربوني بنج حتى البنج ما كدر يأثر علي لأن أشرب هوايا والخوف بي أمانة أحكيها أمانة أمانة والرب شاهد علي فتحت عيوني واني بالبنج أنا البنج ما أمأثر علي مجرى بس فك البنج من عندي فتحت أريد أشوف الدكتورة شو تقول لي أجدت الدكتورة من بعيد واجدت وصلت يا مراسي قالت لي كلمة بالحرف الواحد قالت لي لا تخاف ما عندك سرطان فمن جيت وقلت لي يا رب أنا كلي ليك الأسبوع اللي وعرى مباشرة فأنا رح ودي زوجتي الكنيسة وصلتها للكنيسة فدا أرجع طبيعي أروح أواكن بس سمعت الصوت يقول لي أريدك تدخل جوا المهم دخلت جوا دخلت وقعدت بالصف الأمامي قعدت بركت وحياتي صارت الروح انتصلت إنسان آخر جديد إنسان بيشيت 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 عيوني صارت تدمع بس دم أذي بدم لغاية ما طلعت منك طلعت باوعد الناس حضنوني أول مرة يشوفوني حتى أولادي فرحة ومام أبوي أجي الناس تعجبت محبة ناس جديدة ناس تحبني محب غير أنا ما متعود علي الكليسة لطبيعة أو الإسلام أروحوا إياهم لقيت إنسان جديد لقيت إنسان جديد أول قصيدة كتبتها كتبتها اسمها يسوع يا أحلى كلمة على لساني صار اسم يسوع يتردد في داخلي صار اسم يسوع أعيش به أعشق به أموت فيه رواني الرب إنه يسوع مو نبي إنه النبي يجي ويروح وينتهي إنما المسيح هو الله الذي فداني على الصليب الصليب اللي انطاني به الفداء واللي حرر روحي ونفسي من الهلاق فأصبحت إنسان جديد فعلا المسيح قادر إنه يحررني بإسم الرب يسوع إنه ربي يلمس قلبك ويلمس حياتك ويلمس بيتك وأشكر مرة ثانية أبونا بشار وأشكر قناة الحياة المسيحية وأشكر أبناء الرافدين الغالين فعلا على قلب الرب وربي بارككم آمين ربي باركك أخونا عدنان نشكر رب من أجلك كان ابن ظال ورجع إلى بيت أبيه كان مسلوب ورجع إلى الرب نشكر رب من أجلك ونصلي من أجلك ومن أجل كل ابن ظال أن يرجع إلى بيت الرب كما حدث معك كما حدث هذا مع زكة في إنجيل لوقه إصحح تساطعش وعدد واحد إلى عشرة ثم دخل واشتاز في أريحة وإذ رجل اسمه زكة وهو رئيس للعشارين وكان غني وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا يمر من هناك فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه فقال له يا زكة أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك فأسرع ونزل وقبله فرحا فلما رأى الجموع ذلك تذمر وقائلين أنه قد دخل لبيت عند رجل خاطي فوقف زكة وقال للرب ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين وأن كنت قش وشيت بأحد أرد أربع أضعاف فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت إذ هو أيضا ابن إبراهيم لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك المسيح جاء من أجل الظالين والخطات كما هو مكتوب في إنجيل مرقص 2 عدد 17 فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آتي ليدعو أبرارا بل خطاتا إلى التوبة مثل ما سمعنا من أخونا عدنان ابن ظال بسبب المجتمع والفكر الإسلامي تم سلبه تم سلب عدنان بتعاليم لا تخصة وليس لها دخل في تعاليم المسيح كان فيه بيت مسيحي لكن بسبب المناطق الشعبية والفكر الإسلامي أصبح مثل المسلمين وكان يصوم معهم ويصلي ويأكل مثلهم إن تعامل الرب من خلال زوجة عدنان كان صوت الله له وبعد هذا سمع عدنان صوت الرب بطريقة مباشرة وعندما سمع صوت الرب جاء إلى الرب لكن قبل هذا كان عدنان يستمع إلى القرآن وكان عايش كشخص مسلم لكن الرب اتعامل مع زوجته محبة المسيح لا تنسى أولاده أولاد المسيح وغير حياة زوجة عدنان وكان يرفض أن تذهب زوجته إلى الكنيسة لكن الرب اتعامل وياه مكتوب في سفر أعمال الرسل في إصحاح 16 وعدد 31 آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وهذا ما حدث مع أخونا عدنان وأهل بيت عدنان من خلال زوجته وأصبح خليقة جديدة من إنسان خاطئ إلى ابن وإلى كاتب وشاعر في محبة المسيح نصلي من أجلك ومن أجل أهل بيتك ومن أجل كل مسلوب يرجع أضعاف كما هو مكتوب في رسالة بولوس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس إصحاح 15 وعدد 17 إذ إن كان الأحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قصار جديدا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اشتركوا في القناة